أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبارك لكم الانتهاء من الثلث الأول من القرآن أقول هذا ونحن بحمد الله تبارك وتعالى سنبدأ هذا اليوم في الثلث الأوسط وهنيئًا لمن رزقه الله حضور هذه المجالس وأخلص لله العمل فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقني وإياكم الأخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأخوة حديثنا هذا اليوم عن تفسير سورة يونس وسنقوم بتفسيرها بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه بثمانية مجالس ونسأل الله العون والسداد وسورة يونس أيها الأخوة هي سورةٌ مكيَّة وأنتم في الثلث الأول من القرآن لم يمر عليكم من السور المكيَّة سوى سورة الأنعام والأعراف أما الباقي فكانت سورًا مدنية والقرآن المكي أيها الأخوة يختلف في أسلوبه وفي مواضيعه عن القرآن المدني وهذا من بلاغة القرآن فلقد اهتمَّة القرآن المكي بالعقائج وتقرير توحيد الألوهية ومخاطبة العقل البشري ومحاولة إخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وكان في معركةٍ مع أهل الفصاحة والبلاغة ولذا فكانت ألفاظه قوية ولها جرسٌ معيَّن يختلف عن القرآن المدني هذه السورة أيها الأخوة هي نموذج للقرآن المكي ولقد جاء في أثنائها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وسيتبيَّن لنا من خلال هذه المجالس مواعظ عديدة في هذه السورة مواعظ كثيرة أيها الأخوة في هذه السورة فموضوع هذه السورة الأساسي هو تقرير توحيد الألوهية وقد سلك هذه السورة في تقرير هذا التوحيد جملة من الأشياء المعينة كالحديث عن الوحي وموقف المشركين منه بل إن فاتحة السورة وخاتمتها تحدثت عن الوحي فقال في أولها ألف لا مرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجلٍ منهم ثم بدأت الآيات تتتابع إلى أن ختمت هذه السورة بقوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فالحديث عن القرآن وعن الوحي موجودٌ في هذه السورة في أولها وفي ثناياها وفي آخرها افتتحت بالوحي واختتمت به المكيي ذلك أن المعركة كانت في العهد المكي هي معركة القرآن معركة البلاغة هي آية النبي صلى الله عليه وسلم معركة الفصاحة إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا أهل فصاحةٍ وبلاغة بل كان بيت الشعر يقيم المعارك والحروب أربعين سنة ويُطفئها بيت شعرٍ آخر فكان للكلمة صولتها وكان للكلمة الأثر البالغ عندهم ولذلك أتت آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن من المواضيع التي تحدثت عنها هذه السورة الحديث عن الدنيا وعن الآخرة حديث أن الدنيا هي مزرعة الآخرة فمن زرع خيرًا حصد خيرًا ومن زرع شرًا حصد في الآخرة شرًا وقد تكلمت هذه السورة كذلك عن البعث وتقرير هذه القضية والتي كان مشرك العرب ينكرونها ومن المواضيع الظاهرة في هذه السورة كذلك الحديث عن أحداث الغابرين وأخذ العبرة من قصصهم فقد ذكر فيها قصة نوح وقصة موسى وقصة يولس عليهم السلام كل هذا يا أخواني يدور في فلك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور إن الله عز وجل يعِظُ الناس بهذا القرآن إن الله سبحانه وتعالى يُبَيِّن يقول للناس هذا الطريق فاسلكوا هذا الطريق الحق فاسلكوا وهذا طريقُ الباطل فاجسنبوه تقرير وضربُ أمثلة وذكرُ قصص كلُّ هذا حتى يرعوي الناس وسمِّت هذه السورة يا أخواني بسورة يونس مع أن الإشارة إليها سريعة إذ لم يُنشر فيها إذ لم تُسمَّى بسورة نوح ولا سورة موسى رغم أن الحديث عنهما في هذه السورة أكثر من الحديث عن قصة يونس والسببُ والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه السورة سيقت لبيان الموعِظة قبل فوات الأوان وممن اتعضَ وتابَ قبل فوات الأوان وقُبِلَت توبتُهم هم من؟ قوم يونس عليهم السلام بهذا نعرف سرَّ تسميتها بسورة يونس مع أن الإشارة إليها أسرع من قصة موسى عليه السلام أو قصة نوح سورة يونس كما قلنا مكية ومن العُلماء من استثنى بعض آياتها كقوله تعالى فإن كنت في شكٍّ مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك والسبب في استثنائهم مثل هذه الآية أنها تتحدَّث عن أهل الكتاب ولا حديث عن أهل الكتاب في مكة بل كان اليهود في المدينة والصحيحة أيها الإخوة أن هذه السورة كلها مكية وإن أشارت إلى بعض أهل الكتاب فإن في مكة فقايا منهم كورقه بالنوفل وغيره وبالتالي لا يصحُّ استثناء آياتٍ مكيةٍ في سورٍ مدنية أو العكس إلا بدليلٍ صحيح وإلا الأصل أن السورة المكية مكية بكاملها وأن السورة المدنية مدنية بكاملها ما لم يدل دليلٌ صحيحٌ واضح على استثناء هذه الآية وخروجها من طابع السورة وقد درس بعض الباحثين الآيات المستثنات فخلص إلى أنها قليلة جدًا يقول الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في هذه السورة يُمكِن تقسيمُها تقسيمًا تقريبيًّا إلى ثلاثة أقسام من أولها إلى بداية قصة نوح هذا قسم قصة موسى قصة نوحٍ وموسى ويونس قسمٌ ثاني القسم الثالث هو ما تبقى من السورة هذا تقسيمٌ تقريبيٌ لسورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى أَلِفْ لَا مُرَأَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ قد قررنا في مجلسٍ سابق أن افتتاح السور بمثل هذه الحروف المُقطَّعة ليس له معنى على الصحيح من أقوال أهل العلم لكن له مغزى وهو أن القرآن أيها العرب قد أُلِّفَ من مثل هذه الحروف وقد تحدَّاكم الله تبارك وتعالى به فلم تستطيعوا وقد وقع التحدي كذلك في هذه السورة ولذلك إذا ذُكرت هذه الحروف المُقطَّعة مُباشرةً يُذكر بعدها ذكرٌ للقرآن في أغلب السورة التي افتتِحَت بهذه الحروف ما عدَى سُورٍ مُعَيَّنَةٍ كَسُورَةِ مَرْيَمْ وَسُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ وَسُورَةِ مَرْيَا وَسُورَةِ الْرُومِ وَسُورَةِ الْقَلَمْ فقد ذُكِرَ الحديث عن القرآن في أثنائها وبالتالي نخلص بالاستقراء إلى أن الحروف المُقطعة يأتي بعدها مُباشرة الحديث عن القرآن فإن لم يأتي مُباشرةً وهو الأغلب أن يأتي مُباشرة يُذكر بعدها أو يُذكر في أثناء السورة الحديث عن القرآن تلك آياتُ الكتاب الحكيم الحكيم فعيلٌ بمعنى مفعول أي مُحكم أو فعيلٌ بمعنى فاعل أي حاكمٌ بالحلال والحرام والحدود والأحكام الكتاب هنا قيل القرآن وقيل التوراة والإنجيل وقيل التوراة والزبور والراجِحُ هو القول الأول وأن المُراد بالكتاب هنا القرآن والسبب أنه لم يجري ذكرٌ للكتُب المُتقدِّمة حتى نحمِلَ الكتاب عليها وهذا رأيُّ ابنُ عطيَّة رحمه الله وابنُ كثير وغيرهم من المفسِّرين أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ إذ يقول الله تبارك وتعالى منكراً على من تعجَّب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر أن أوحينا إلى رجلٍ منهم؟ يعني استفهامٌ تقريريٌ توبيخي كيف تستغربون أن نُرسل إليكم بشراً مثلكم؟ إننا نعلم لو أرسلنا إليكم ملكاً لقلتم هذا ملك وقد أُيِّد بأشياء ولا نستطيع أن نفعل مثله هي الحجج الواهية لعدم قبول الدعوة وهذه الحجَّة يا أخواني تكرَّر في أكثر من طائف وقوم كما قالوا في موضعٍ آخر أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا وقال قوم هودٍ وصالح أو قال نبيُّ الله هود وصالح أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ وقال الله مخبِرًا عن كُفَّار قُرَيْش أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَلِذَلِكْ يَقُولُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ أنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَتَ الْعَرَبِ ذَلِكُ أو من أنكر منه فقالوا الله أعظم من أن يُرسِل رسوله بشرًا مثل محمد بل قالوا ما وجد إلا يتيم أبي طالب يرسله فأنزل الله عز وجل أكاني الناس عجبًا أن أوحينا إلى رجلٍ منهم ثم قال الله سبحانه وتعالى أن أنذِرِ الناس وبشِّرِ الذين آمنوا ماذا نفهم من هذه الآية أن مهمة الرسول هي النذارة والبشارة كما قال الله سبحانه وتعالى رسولًا مُبَشِّرين ومنذِرين لأن لا يكون الناس على الله حُجَّه بعد الرسل فمهمة الرسل هي النذارة والبشارة أن أنذِرِ الناس وبشِّرِ الذين آمنوا أنَّ لهم قادم صِدقٍ عند ربِّهم ما معنى قادم صِدقٍ؟ قال العُلماء أي سبَقت لهم السعادة في الذِّكْرِ الأوَّل وقال مُجاهِد الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم أرجِّح بن عطيَّة القول الأول وأنَّ معنى قَدَمَ صِدقٍ أي سبَقت لهم السعادة في الذِّكْرِ الأول ورجِّح بن جرير قول مُجاهِد وأنَّ المُرَادَ بِقَدَمِ الصِدق الأعمال الصالحة التي قدَّموها والصحيح وهو اختيارُ بن القيم رحمه الله أنَّ هذه الأقوال لا يُخالِفُ بعضُها بعضًا وكلُّها صحيحة ما وجهُ إضافة الصدق للقدم وجهُ ذلك مدحُه إذ كلُّ ما أُضيفَ إلى الصدق فهو ممدوح كما قال تعالى مقعدَ صدق عند مليكٍ مُقتدر ومدخَلَ صدق أدخلنا مدخل صدقٍ وأخرجنا مخرج صدقٍ ومُبوَّأ صدقٍ كما سيأتي في هذه السورة فكلُّ ما أُضيفَ إلى الصدق فهو ممدوح وذُكر القدم هنا دون بقية الجوارح لأنَّه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح كما يُكنَّ عن الإنعام باليد وعن الثنى باللسان قال الكافرون إن هذا لساحرٌ مُبين الطبر رحمه الله يرى أن في الآية حذفًا يعني مُقدَّرًا وليس حذفًا يرى أن في الآية حذفًا مُقدَّرًا وهو لما قال أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن الرسول لما بشر وأنذر قال الكافرون يعني الله تبارك وتعالي قال أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدقٍ عند ربهم فعل المُرسلون هذا الشيء فأنذروا وبشروا عندها قال الكافرون إن هذا لساحرٌ مُبين إن هذا لساحرٌ مُبين وسبب تسمية المُرسلين وما يأتون به بالسحر لأنه يُفرِّق بين الناس إذ يُؤمن بعضهم ويكفر بعضهم فيفرِّق بينهم الإسلام فيحول بين القريب وقريبه كما حصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لساحرٌ مُبين إن هذا لساحرٌ مُبين أي ظاهر وهم الكاذبون في ذلك فقد كذبوا بل هو وحيٌ من الله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى إن ربَّكم الله إن ربَّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يُخبرُ تعالى أنه ربُّ العالم وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله تبارك وتعالى قادرٌ أن يخلُقها في لحظة فالذي أقل من ذلك لكنه خلقها في ستة أيام لحكمةٍ عظيمة والستة الأيام هذه أيها الأخوة قيل هي كأيامنا أي أيامٍ كأيامنا وهي أيامٌ مُقدَّرة وليست حقيقية ليست يعني يوماً هي أيامٌ مُقدَّرة كما يرى ذلك ابن عطية رحمه الله في تفسيره والسبب ما هو السبب أننا قلنا أيام مُقدَّرة نعم أن خلق السماء أن خلق الشمس والقمر الذي به تعرف الأيام لم يتم إذن القول الأول أن الستة الأيام هي أيام الدنيا وأنها أيامٌ مُقدَّرة القول الثاني أنها ستة أيامٍ كأيام الآخرة وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش ذكر الله الاستواء بِعَلَى في القرآن في سبعة مواضع وهو استواءٌ يليقُ بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته يُؤمنُ به أهلُ السُنَّة والجماعة ويقفون على ما وقف عليه الدليل فيقولون الاستواءُ معلوم والكيفُ مجهول والإيمانُ بهِ واجب والسُؤالُ عنهُ بدعة أما أهلُ البدع فإنهم يؤوِّلونه فيقولون إن الاستواءَ بمعنى الاستيلاء ويستشهدون ببيت شعرٍ مشكوكٌ في صحته إلى نصراني قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفٍ ولا دمٍ مهراقي أي استولى ولذلك الاستواء كما قرر شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله أن الله ذكره بعلى في سبعة مواضع من القرآن وهو استواءٌ يليقُ بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته والعرش أعظم المخلوقات يُدبِّرُ الأمر أي يُدبِّرُ أمر الخلائق وحقيقةُ تدبير الأمر تنزيلُ الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها ويعلمُ واستقرَّها ومُستودعها كلٌّ في كتابٍ مُبين وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حبَّةٍ في ظُلُمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مُبين ثم قال الله سبحانه وتعالى ما من شفيعٍ إلا من بعد إذنه كقوله سبحانه من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملكٍ في السماوات لا تُغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذن هذه الآية ذكرت شروط الشفاعة وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع ثم قال سبحانه وتعالى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أي من فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وهو بداية تقرير توحيد الألوهية كما قلنا أنها هي قضية القرآن المكي ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ فِي أَمْرِكُمْ كيفَ تَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ كقوله سبحانه وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَّ اللَّهِ حَقَّا إشارةٌ إلى البعث يُخْبِرُ تعالى أنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ الْخَلَائِقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يترُكُ مِنْهُمْ أَحَدٍ حَتَّى يُعِيدَهُ كَمَا بَدَأَهُ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كما أخبر الله في آيةٌ أخرى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُوا عَلَيْهُ لماذا؟ لماذا إذا يُبْعَثُ الناس؟ ليجزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ أي بالعدل والجزاء الأوفاء طيب هل هناك فريقٌ آخر؟ نعم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٌ الحميم هو الماء الحار وكلُّ مسخَّنٍ عند العرب فهو حميم لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم يُعذَّبون يوم القيامة بأنواع العقاب كما قال الله عز وجل في آياتٍ أُخرى من سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ وقال كذلك هذا فليذوقوه حميمٌ غسَّاق وآخرٌ من شكله أزواج وكما قال هذه جهنَّم التي يُكَذِّبُ بها المُجْرِبُون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن ثم قال الله سبحانه حبيبًا 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 أن تعرف يعني أن الألفاظ القرآنية تحدد معنها بحسب سياقها فالحميم هنا هو الماء المُسخَّن لكن قد استعار الحميم الحميم صديق يعني من قربه لك وصدقه معك فالألفاظ القرآنية تحدد معنها بحسب سياقها ثم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يُخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمار قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر من جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نور هذا فن وهذا فنٌّ آخر ففاوت بينهما لألا يشتبها وجُعِل سلطان الشمس بالنهار وجُعِل سلطان القمر بالليل وقدَّر القمر منازل فأول ما يبدو صغيرًا ثم يتزايد نورُه وجُرمُه حتى يَكْمُل ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأولى في تمام الشهر كما قال تعالى والقمر قدَّرناه منازل حتى عاد كالعُرجون القديم وقال في آيةٍ أخرى وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وقال في هذه الآية الكريمة وقدَّرَه أي القمر منازل لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام ثم قال الله عز وجل ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي لم يخلقه عبثا بل لحكمةٍ عظيمةٍ في ذلك وحُجَّةٍ بارغة يُفَصِّل الآيات أن يُبَيِّن الحُجَج والأدلة لقومٍ يَعْلَمُون لقومٍ يَعْلَمُون ثم قال سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقوبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيئا ورحمة الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة بالناس في هذا قضية الليل والنهار هذه من نعم الله عز وجل على العباد ونحن هنا أيها الأخوة في الجزيرة العربية وما حولها لأنها غالباً يكون الليل والنهار متقاربات وينقص هذا ويزداد هذا بشكل قريب لكن لو ذهبتم إلى بلادٍ أخرى لوجدتم أن لهذا التعاقب عندهم أثر كبير جداً مثلاً في شمال أوروبا يا أخواني أحياناً لا يكون الليل إلا ساعة ونصف يزيد ساعتين ساعتين ونصف فقط يعني تغرب الشمس ويطلع الفجر في غضون كم ساعتين واثنين وعشرين ساعة هذه كلها نهار كلها نهار فترة من الزمن ستة أشهر ثم يكون العكس كذلك فيكون الليل قليل جده قليل جده وهذا يعاني منها حتى الذي منكم من أبنائهم من يدرسون في تلك البلاد يشعرون بهذا ويتأذى خاصة في مواسم الخيرات في رمضان مثلاً لما يكون النهار طويل إرهاق أيما إرهاق وأحياناً يأتي لهم رمضان في أيام يقولون أنه صلي الفجر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في وضوء واحد كلها قريبة جداً لأن الوقت قصير جداً والباقي نهار فيسأمون بل في بعض البلاد ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل فعندهم كآبة بل إنهم يا أخواني يستبشرون في بعض المناطق إذا رأوا الشمس هذه الشمس المحرقة التي نحن نفرح إذا إذا غابت يستبشرون بخروج الشمس هذا يعني كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي له حكمة عظيمة ومن يستشعر يا أخواني يعرف هذه الأشياء الآن يا أخواني لو جلس الإنسان مريضاً لم يخرج إلى الشمس ماذا يصيبه؟ الصفار ولا لا؟ الذين في السجون يا أخواني لهم من حقوقهم الإنسانية أن يخرج كل يوم ساعة يتشمس يسمونها التشميس فمعنى يا أخواني أن الله كما قال لا خلق الله ذلك إلا أي لحكمة عظيمة ثم قال الله سبحانه وتعالى كما قلنا إن في اختلاف الليل والنهار أي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فالق الإصباح وجعل الليل سكنة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب لآياتٍ لمن؟ لأصحاب العقول لأصحاب العقول السليمة هذا ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران وقال هنا لآياتٍ لقومٍ يتقون لأن السياق في تقرير أيش؟ العذاب لآياتٍ لقومٍ يتقون أي يتقون عقاب الله وسخطه وعذابه وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا مش معنى لا يرجون من المفسرين من فسر الرجاء هنا يا أخواني على بابه أي لا يرجون ومنهم من فسرها بمعنى الخوف أي لا يخافون لقاء الله ورجح ابن عطيها الأول وأن الرجاء هنا على بابه وهي في العصاه إن الذين لا يرجون لقاءنا يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنَّت إليها أنفسهم يقول الحسن والله ما زيَّنوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون بأن مأواهم النار لماذا؟ جزاءً على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم مناسبة هذه الآية لمن قبلها أن الله تبارك وتعالى لما قرَّر حال الفرقة الهالكة عقَّب ذلك بحال الفرقة الناجية ليتضِحَ الطريقان ويرَى النَّاظِرَ الفرق بين الهُدى والضلال أناسٌ لا يرجون لقاء الله مأواهم النار وأناسٌ آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم الباء هنا سببية أي بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط ويُحتمَل أن تكون الباء للإستعانة أي أنَّ إيمانهم يُعينُهم على تجاوز الفتن ويهديهم إلى الطريق الصحيح والهداية هنا يا أخواني لا يُرادُ بها الإرشاد إلى الإيمان لأنه قرَّر أنهم مؤمنون فقال إنَّ الذين آمنوا لكن معناه يا أخواني إما الثبات عليه في الدنيا أو الهداية والإرشاد إلى طُرُق الجنان في الآخرة فقوله يهديهم ربهم بإيمانهم أن يدلُّهم أو يُثبِّتُهم كما قال الله عز وجل في سورة الفاتح يا أخواني إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم واحد يقول يا أخي أنا أدعو إن الله يهديني وأنا أصلي الآن الله هاديني وأنا أصلي نقول إن الله عز وجل هنا لم يقل إهدنا إلى ولا إهدنا في ولا إهدنا على وإنما عدَّ الفعل الهداية هنا بنفسه دون حر من حروف الجر ليشمل أنواع الهداية هذه كلها يشمل الهداية إلى الصراط ويشمل الهداية في تفاصيل هذا الصراط ويشمل كذلك الثبات عليه فإن سؤال الثبات يا أخوان من أهم المهمات للمؤمنين لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلِّبهما كيف ما شاء دعواهم منهم أهل الجنة فيها في ماذا في الجنة سبحانك اللهم يقول ابن جريك أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مرَّ بهم الطير يشتهونه في الجنة نسأل الله الجنة قالوا سبحانك اللهم وذلك دعواهم يعني إذا اشتهى شيء يقول سبحانك اللهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلِّم عليهم فيردّون عليه فذلك قوله تحيَّتهم فيها سلام فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قولهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وهذه الآية فيها شبه بقوله تعالى فحيَّتهم يوم يلقونه سلام وقوله لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً سلامًا سلامًا وقوله سلامٌ قولًا من رب الرحيم وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذا فيه دلالة يعني يختمون دعاءهم بالحمد لله كما افتتحوه بالتسبيح والتقديس لله حينما قالوا سبحانك اللهم أي نقدس ونسبح الله وننزِّهه عن كل ما يليق به وتحيَّتهم التحيَّة يا أخواني معخوذة من تمني الحياة للإنسان التحيَّة مأخوذة من تمني الحياة للإنسان والدعاء بها يعني لماذا سمِّت التحيَّة تحيَّة؟ مأخوذة من أن تدعو لإنسان بالحياة لما تحيِّه معناها أن تدعو له بالحياة وهنا معناها يسلِّم بعضهم على بعض أن الحمد لله رب العالمين فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود أبداً المعبود على طول المدى ولذلك الله سبحانه وتعالى حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره كما في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعند ابتداء تنزيله كما في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى غير ذلك من الأحوال التي حمد الله سبحانه وتعالى بها نفسه فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وله الحمد سبحانه وتعالى في جميع الأحوال ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى وإنما يكون ذلك الحمد إنما يكون بتجدد النعم والنعم في الجنة متجددة تتزايد نعم الله سبحانه وتعالى عليه فتكرر وتزاد فليس لها انقضاء هذا يا أخواني حال من؟ حال أهل الصلاح إذن الله تبارك وتعالى بيّن لنا كم؟ في هاتين بيّن لحال الكافرين وبيّن مأواهم ثم بيّن بعدها حال المؤمنين وبيّن مأواهم كما قلت لكم أن هذه السورة هي موعظة فيها مواعظ عظيمة فيها دلالات وسميت بسورة يونس بمعنى يا ناس اتعظوا بهذه المواعظ قبل فوات الأوان بهذه الآية نقف عند هذا القدر وبهذا يكون قد انتهى المجلس الأول من هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر